أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تحقيق إنجاز جديد خلال تطوير مشروع محطات براكا للطاقة النووية السلمية في منطقة الضفرة بإمارة أبوظبي تمثل بالتشغيل الآمن لمحاولات الطاقة الرئيسية والاحتياطية وناقل الغاز المعزول في المحطة الثالثة وهو ما يعد خطوة هامة نحو إنجاز عمليات الاختبار والتشغيل ويمهد لإجراء اختبار الأداء الحراري للمحطة وستستمر عمليات اختبار الأداء الحراري لعدة أسابيع وتتضمن إجراء أكثر من مائتي اختبار مستقل وشامل للتحقق من أداء الأنظمة الرئيسية في وضع التشغيل الكامل لكن دون استخدام الوقود النووي يذكر أن النسب الإنجاز الكلية في المحطات الأربع وصلت إلى 93% فيما ستسهم فور تشغيلها في تزويد دولة الإمارات بطاقة كهربائية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة كما ستحد من انبعاث 21 مليون طن من الغازات الكربونية سنويا ترجمة نانسي قنقر